بعد مجزة مستشفى المعمداني بغزة اشتغل الإعلام الغربي والمقدمين والمزيعين الغربيين وأشهرهم بيرس مورغان وغيره بلشوا يستعبلوا ضيوف ومسؤولين فلسطيني أول سؤال بيسألوا يا للضيف أنتوا اتهمتوا إسرائيل بتنفيذ مجزة المستشفى المعمداني مع أنوا كل الأدلة بتقولوا أنوا مو أني الطرف الثاني ما لحقنا ننسى قصة التنطورة الفيلم اللي طلع من فترة أو عم بيطلعوا المقاتلين الصهاينة يعترفوا بعظمة لسانهم بالمجازر اللي عملوا أو أني نضحكانين وغيرها وغيراتها من المجازر ما أني نعمى عاملين مجازر وأول تصريح بيطلعوا فيه بقولك الفلسطينيين قتلوا حالهم وبعد فترة بعد كم شهر ولا كم سنة بيقولك ايه نحنا اللي عملنا المجزة الصحيح والتاريخ مليام من هاي الحالات واللي ما بيقرأ تاريخ ما بيعرف الرد بالحاضر لهيك رح نشوف اليوم سلسة من المجازر اللي نفذتها دولة الاحتلال ونشوف كيف بررتها خطوة بخطوة الموضوع مدروس ومنظر أهلين وسهلين وميت مرحبتين بأحبائي وحبيباتي المتابعين والمتابعات للأسف تاريخ فلسطين مليان مجازر نفذتها دولة الاحتلال في مجازر كل هاتنا بنعرفها أو سمعانين عنها ما رح نفوت بتفاصيل المجزرة مثل مجزرة قرية ديرياسين مثلا رح نحكي عن مجازر تانية بعد شوي بس اللي بيهمنا نعرفه عن هاي المجزرة هو تفصيل معين فيها وقت صارت هاي المجزرة كان بوقتا لسه ما أعلن عن قيام دولة الاحتلال دولة إسرائيل فكانت الحركة الصهيونية بس تصير هيك مجزرة تحملها لعصابات عدد أعضاء أقل يعني عصابات أصغر من حيث الحجم وليس من حيث الإجرام مثل عصابات الاشتيرن والإيرغون كانت الحركة الصهيونية تقول لا مو نحنا هدين كلنا عصابات الإيرغون والشتيرن تصرفوا من حالهم بدون ما يرجعون هو قبل قيام دولة إسرائيل كان في مجموعة عصابات صهيونية ما كان بده الهاجانا هي تتبنى يعني مجزرة كبيرة يا عملية وحشية الهاجانا ما بتوسخ خسمة فيها بتخلي هدينك يعملوها ويتبنوها مثل عملية تفجير فندق الملك داود بالقدس مثلا اللي راح ضحيتها عشرات البريطانيين والأجانب هيك عمليات كان يصير عليها كتير إدانة واستنكر فشو تقول الحركة الصهيونية هدول عملوا من حالهم إحنا ما دخلنا ما رجعوا لنا هي المجزرة بالذات خطأ فردي هنين متحملوا ولا تحملونا كل شي ووزرهم يا أخي يعني إذا هنين غلطوا وعملوا هاي المجزرة نحنا شو دخلنا؟ أما الهاجانا يلي صارت لاحقا لعمود الفقري للجيش الإسرائيلي كانت تعمل حالة مع العلاقة بالشتيرل والأيرغون أنا ما دخلني أنا بشتغل على نظيف بس بالحقيقة يلي كان عم يصير مثل ما بيقولوا بعض المؤرخين كان مو أكتر من عملية توزيع أدوار تأسيمة يعني إذنو العصابات اللي بيعاملوا كذا نحنا بنعمل كذا دافنينه سوا يعني المؤرخ الفلسطيني إلياس صنبر بيقول لك إذا بتطلع منيحك بتحلل بيطلع معك أن المجازر اللي بتعملها لأيرغون والمجازر اللي بتعملها لهاجانا مو كتير مختلفة عن بعضها يعني شو الفرق بين مجزرة ديرياسين اللي على أساس عصابات لأيرغون عمنتها لحالة بدون ما تشاور حدا والمجازر اللي نفذتها لهاجانا بنفس التوقيت عصابات لهاجانا عملت مجازر ضد قورة فلسطينية لتهجر أهلا وتقتلهم وتحتل أرضهم وهذا اللي حكي كلها ياتوا قبل النكبة سنة 48 مجزرة قرية بلد الشيخ مجزرة قرية سعسع مجزرة قرية عين الزيتون وغيرها كتير كل هاي المجازر نفذتها عصابات لهاجانا وراح ضحيتها بالمجموع مئات الفلسطينيين منه النسبة كبيرة من النساء والأطفال يعني بالأخير ما في فرق بين العصابات على كل حال بعد ما أولا عن قيام دولة إسرائيل بأيار مايو سنة 1948 عصابات لهاجانا صارت فيها جيش الإسرائيلي والتنظيمات والعصابات الثانية دابت بقلبه يعني هلأ ما عاد في عصابات صغيرة يلزقوا فيها المجازر الوحشية ومع ذلك استمرت المجازر ومنها أشهرها مذبحت الدوايمة بأكتوبر 1948 يلي المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي قالت إنه فاقت فضاعتها مجزرة دير ياسين ذات نفسها مشان هيك هو نفسه بيقل لك إنه اللي صار بحرب 48 هو عملية تطهير عرقي والمسؤولين الإسرائيليين عن عملية التطهير العرقي هاي اللي هلأ ما حدا حاسبوا ليش؟ بالحقيقة لما صارت النكلة بنهاية الأربعينات حتى بالخمسينات والستينات كان ميزان الرأي العام الغربي والعالمي بشكل عام مايلا كفة إسرائيل يعني مثل ما بيقول المؤرخ البريطاني من أصل يهودي توني جود إن الصورة السائدة عن إسرائيل بأغلب دول العالم بهذاك الوقت كانت إنه إسرائيل هي الدولة لصغيرة المحوطة بالأعداء وأهلها مساكين هربانين وإجوا على هالأرض القاحل للصحراء وزرعوها وعمروها وعملوها واحلة ديمقراطية بمكان ومنطقة حياتها ما عرفت حضارة حياتها ما عرفت تطور ولا ديمقراطية حمادت تعرف انت نحن منطقتنا كنا عايشين بالكهوف قبل ما تتكون ناية الدولة كنا نطلع أنا وياك وكل آياتنا والحمدات قلنا نستطيع غزلان لحتى ناكل ونرجع لكهبان ناكلوني بيقول كمان إنه بوقت ما حدا بالعالم كان حابب يسمع شو عم يصير مع الفلسطينيين وهالشي شجع على تواصل المجازل والانتهاكات بحقهم مثلا سنة 1953 كانت الضفة الغربية تحت الإدارة الأردنية وكان بكتير أحيان يتسلى الفلسطينيين ويفوتوا على أراضيهم على أراضيهم محتلة يرجعوا على قراءهم وضياعهم يتهجروا منها يزوروا أهليهم وأحيانا قليلة بعض الفلسطينيين كانوا يتسللوا ويشنوا هجمات صغيرة على بعض المستوطنات الإسرائيلية مره بشهر أكتوبر سنة 1953 انشن هجوم من قبل الفلسطينيين من الضفة الغربية فاتوا على أراضي المحتلة واثروا ثلاثة مدنيين إسرائيليين بعض المؤرخين الإسرائيليين بقولوا لك أنه الأردن بوقتها قالوا راح نحقق بأي القضية ونلقي القبض على المسؤولين بس إسرائيل قررت أنه لا ما بكفي بده تنتقم بإيده بس كيف؟ وين؟ ومن مين راح تنتقم؟ راح رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقتها ديفيد بن جوريون ويجتمع بأرفع القاضي بالجيش عنده وزير الدفاع ورئيس الأركان وتشكيل الجنرالات من أعلى الرتاب قرروا يكلفوا وحدة الكوماندوس 101 بقيادة أرييل شارون أنه تروحوا تهاجم قرية اسمها قرية قبيا وهي قرية قبيا ما إلا أي علاقة بالعملية اللي صارت لنتل فيها ثلاثة إسرائيليين وشو الهدف؟ أنه نروحوا يقتلوا أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين بهاي القرية وفعلا بليلة 15 أكتوبر يعني من حوالي 70 سنة بالضبط بلش الهجوم على هي القرية وضرب قذائف الهوين عليها بعدين صارت كتيبة أرييل شارون تنتقل من بيت لبيت تقتل أهالي البيوت بالرصاص والقنابة الإدوية بعدين تفجر البيوت بالمجمل نقتل حوالي 70 شخص من سكان هالقرية معظمهم من النساء والأطفال أما الجنود الإسرائيليين اللي ارتكبوا هاي المجزرة فما حدا صاب منهم ليش أنه فاتوا على سكان عزل ممعوا نسلاح معظمهم نساء وأطفال يعني ما كان في حرب فايتيني قتلوا بس طيب كيف ممكن دولة عضو الأمم المتحدة اتبرر ارتكاب جيشاً نظامي لهيك مجزرة هاها طلعوا المسؤولين الإسرائيليين وقالوا نحنا كان هدفنا نفجر البيوت اللي بالقرية لحتى ما يتخبوا فيها الفلسطينيين اللي عم يفوتوا ينفزوا العمليات مثل العملية اللي أنا حكيم عليها يعني أسباب أمنية بدنا نعملها منطقة أمنية مغلقة ونحنا لنكون أمينين فتنا وتأكدنا أنه كانت البيوت كلها تفاضية هلأ ما بنعرف إذا في حدا من السكان من أهالي البيوت كان متخبي كتير 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 منيح وما شفنا ما بنعرف بس في موظفين تابعين للأمم المتحدة يكذبوا هاي المزاعم وأكدوا أنه أهالي القرية تم قتلهم بالرصاص بالقنابة اليدوية يعني مو كانوا متخبيين وتم تفجير لبيوت وماتوا لا في حدا فات أتلهم ولما بيّنت كذبة الإسرائيليين بلّ شو يطلعوا بكذبات جديدة مننا مثلا أنه الرئيس الوزراء ديفيد بن جوريون ما كان حاضر بهالي الاجتماعات ما مغوظ كان مريض ما أدري بيقرار تنفيذ المجزرة لو ذا ريال استحيل يوافق عليها بعدين صار يقولوا أنه الوحدة اللي نفذت المجزرة اللي بيقودها ريال شارون يا أصلا هي مو من الجيش النظامي هنه نشوية مستوطنين فاردمون فاردمون بسبب العملية اللي صارت وفاتوا عنوية اللي عملون بس هنه مو جيش نظامي شلو بنا نحاسبون ما لنا علاقة فيهم ولا حتى علنا سلط عليهم على كل حال خلينا نقولوا أنه مجزرة ديرياسين صارت بوقت النكبة بتمعنى واربعي ومجزرة قبية صارت بسبب فلسطينيين متسللين شو وجهة النظر اللي ممكن تبرر مجزرة قرية كفر قاسم سنة ستة وخمسين قرية عربية بإسرائيل أهل راجعين من الحقول من البساتين اللي بيشتغلوا فيها المساة بأمان الله ومو دريانين إنه السلطات الإسرائيلية فارضة حظر تجوال وأساسا حظر التجول هات كانوا أعلنين عنه قبل بن الصاعة بس يعني أهل القرية الفلسطينيين ما كانوا دريانين أصلا إنه في حظر تجول مفروض ما إنهن كانوا عم يشتغلوا من الصبح بالبساتين معلش مع ذلك بستالوا يتعاقبوا طيب شروعوا بالمناسبة يصرخوا عليهم ويشتموهم لا يعتقلوهم مشان يحرموا يطلعوا وقت يكون في حظر تجول لا لقيتها منطلق النار عليهم بدون سابق أنذار ومنقتل 49 شخص معظمهم من النساء والأطفال طيب كيف ممكن تتفسر وتتبرر هيك جريمة هيك مجزرة صحيحة تتكبت على عرب فلسطينيين بس بالنهاية يعتبروا مواطنين إسرائيليين هون بقى منلجأ لأستراتيجية جديدة إذا ما عنا رواية ولا وهبلة متهافتة ضعيفة تتبرر هالمجزرة منلجأ لمسح هالمجزرة من الثاكرة أول شي نعمل تعتيم عليها منمنع وصول الأعلام بس للأسف ووصل الأعلام ودريوا الناس فيها شو نعمل هلأ؟ منقلوا نعملنا تحقيق وطلع تصرف فردي مثل العادة ورح نحاسب المسؤولين ورح نجيب سكان القرية أهل القرية ونصور معهم وخلوهم يشكرونا أنه نحن عملنا اللازم بعدين منطمر ذكرى ومنمنع حتى إحياء الذكرى الثانوية إلى المجزرة والأسوأ من هيك مثل ما بتقول المؤرخة الإسرائيلية نوريد بلد الخنان أنه بيقولتوا بالتاريخ المناهج الثانوية الإسرائيلية بتنذكر مجازر مثل مجزرة ديريا السين وقبية ومجزرة كفر قاسم أنه شيء إيجابي بتصورها على أنه انتصارات عسكرية صحيح هنا قاتل المدنيين فلسطينيين بس هي شيء إيجابي برأيهم لأنه ساهمت بنشوء دولة آمنة وذات غالبية يهودية ورغم كل هالمجازف والجرائم والتصرفات اللي ما بيقبلها أي قانون ضلت صورة إسرائيل بأغلب دول العالم وخاصة بالغرب إيجابية على أساس أنه بلد صغير قدر يصمد وينتصر ببيئة معادية لأله قصة النجاح رغم ظروف الصادق بس لما شنت إسرائيل حرب السبعة وستين وحتلت الجغلان وسيناء والضفة الغربية والقدس والقطاع بلشت تنتشر الفيديوهات والصور طبع حاملات القمع اللي عبتعملها على الفلسطينيين وأطلاق الرصاص على المظاهرات والاعتقال والتفتيش وهدم بيوت الفلسطينيين وتجريفها بالجرافات بعد انتشار هالصور كله ياتا كتير ناس بالعالم بلشت تتغير وجهة نظره صارت صعب تنهضم معه صورة البرد الصغير المقاوم قصة النجاح اللي عمل واحد ديمقراطية غناء بالمنطقة الواحد بيقول لحاله بعد الفضايح والجرائم والصور اللي انتشت والرأي العام بلش يتغير انه اسرائيل صارت تحسو بحساب تنتبه شعب تعمل مشان رأي العام ما ينقلب عليها ولكن لا اتواصل ارتكاب المجازر داخل فلسطين وخارجها وكل مرة بالبداية بنكروا مسؤوليتهم ونحنا ما ادعب عندكم مثلا مجزرة بحر البقر لما استهدفت غارة اسرائيلية مدرسة بقرية بمحافظة الشرقية بمصر سنة 1970 كان بوقتها شغالي حرب الاستنزاف بين اسرائيل ومصر راح ضحيتها المجزرة عشرات الطلاب مجزرة قانا سنة 1996 اللي راح ضحيتها اكتر من ميت مدني كانوا محتمين للقصف الاسرائيلي بمبنى تابع لأمم المتحدة بجنوب لبنان وشو الرابط المشترك بين هدول المجزرتين المكانين ما حدا بيتوقع انه راح ينقصفوا مكانين بيلجأولوا للناس انهم بفكروا انهم امنين مبنى للأمم المتحدة ومدرسة خلاص اكيد ما حدا راح تصفهم تماما متل ما فكروا المدنيين اللي يلتجوا للمستشفى المعمداني بغزة وسواعا بمجزرة بحر البقر او بمجزرة قانا صار تنديد دولي كتير اسرائيل صار تطلع روايات اخر شي تبين انه كلها كذب قالوا بوقتها انه المدرسة اللي قصفوا تبع بحر البقر بمصر كانت وسط منشأة عسكرية هيك مدرسة بنص منشأة عسكرية طالعا اما بمجزرة قانا فقالوا انه عم ينضرب عليهم صواريخ من محيط المبنى تبع الامم المتحدة اني مكان اصدن البناء اصدن المحيط وبالحالتين تبين انه الرواية الاسرائيلية ما كانت صحيحة وبالحالتين دعمت امريكا الموقف الاسرائيلي وما سمحت بتمرير قرار اداني لا اسرائيل بمجلس الامن بنهاية الحلقة منشوف انه الانسان الفلسطيني صار له 75 سنة عم يتعرض لمجازر والتبريلات جاهزة ببداية المشروع الصهيوني كان الهدف تشكيل اغلبية يهودية على اراضي فلسطين التاريخية ومشان يتحقق هذا المشروع كان لازم يتم تهجير حوالي ربع مليون فلسطيني من اراضيه ويتم تنفيذ عليهم المجازر مثل اللي حكينا عليهم وغيرهم ومن بعد النكبة لليوم صار الشعار انه من حق اسرائيل منه تدافع عن نفسها ولحتى يتحقق هذا الشعار صار من حق اسرائيل تضرب وتقصف وتقتل حتى وكانت الخسائر البشرية المدنية عالية عم تدافع عن نفسها ولليوم بتشوف الدول الغربية عم تقولك يا حقها اسرائيل عم تدافع عن نفسها ولما الواحد منهم بيعتبر حاله منصف وحقاني وعلى اساس بيحكي اللي له اللي عليه وعادل ومحايت بيقول انه من حق اسرائيل دافع عن نفسها ولكن ضمن القانون الدولي طبعا حمادي هاد الحاكي بي احسن لحالات يعني يانا ازا حدا حكي هيك من المسؤولين الغربيين بتروح لعنده لهاد المسؤول نفسه لحقاني بتقوله طيب قصف المشافي قصف المناطق المدنية شو رأيك فيه بيذكر يعني باختصار المطلوب من الفلسطيني هو انه ينقتل وينعمل عليه مجازر هو ساكت بيصمت هو عبارة عن خسائر جانبية لشي سبب اسرائيلي مبرر عالميا عقوله انه مباغو عليك يا اسرائيل حق معك ومعنش خسائر جانبية عادي واذا بالاخير ضل شوية ناس عم يحكوا عن المجازر بنعمل مسح للذاكرة مشان الناس ما تعرف شو صار بالماضي وبالتالي ما يقدروا يفهموا شو عم يصير اليوم وكأن الصراع بدي من مبارح والظلم والقتل اللي عم يتعرضوه للفلسطينيين بلش من شهر زمان بتقول شيرا روبنسون استاذة التاريخ بجماعة جورج واشنطن الامريكية بدراسة عمنتها عن مجزلة كفر قاسم انه موضوع دراستها هو قمع اسرائيل للذاكرة الفلسطينية ومقاومة الفلسطينيين للاعتفاظ باي الزاكرة وقالت انه الذاكرة هي مو بس كيف تنقل قصة الصراع الذاكرة هي لوب الصراع وموضوعه يعترى هل رح نقدر نحافظ على ذاكرتنا لبينما يجي الوقت ليونصف فيه الشعب الفلسطيني بقى ولا ممكن الشعوب العربية تنسى قبل ما يجي هاد اليوم جابوني على هاد السؤال بالتعليقات وسحبيت الحلقة عطونا لايك اعجاب وشاركوا الحلقة بين اصدقائكم واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس شوفوا حلقات السابقة والمصادر وانتظروا حلقات القادمة سلام